برنامجكم رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى عن سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدلهم في أخلاقهم في طاعاتهم في قرباتهم إلى الله عز وجل في سيرهم حتى نقتدي بهم ونعرف سيرهم وكيف تقربهم إلى رب الأرض والسماوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الهاد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين حيكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم اليومي رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من اختارهم الله تبارك وتعالى حملة لهذا الدين ونقلة عنه وكذلك حفظ لهذا الدين ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش مع رجل كان من المهاجرين وكان أيضا من الأنصار ألا وهو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تبارك وتعالى أم عيشه عاش سالم في كنف أبيه بالتبني وهو أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة حتى نزل قول الله عز وجل إذ كان هو يدعوه ويقول ويأتي إلى معشر قريش ويناديهم فإن سالم هذا ابني ومن اليوم اسمه سالم بن أبي حذيفة فجاءت قريش قبل الإسلام ذلك فمتدحته وقال نعمة هذا الابن ثم أنزل الله عز وجل لما دخلوا في دين الله التبارك وتعالى قال دعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين مواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله أفور الرحيم فحرم الله عز وجل التبني فصار ينادى بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأره أما جهاده واستشهاده فكان سالم رضي الله عنه شغوفا بالجهاد طالبا للشهادة مواضبا مع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مقدمة غزاها كلها حريص على أن لا يفوت شيء منها وقيل أنه أيضا شهد أيضا الهجرتين الهجرة إلى حبشة والهجرة إلى المدينة وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا ممن شهدوا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل فيه قتال الأبطال وكان في مقدمة الصفوف فهو بدري وكان ممن حضر أحد والنظير وقريضة والأحزاب والحديبية وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الموت على دخول مكة عنوة وقال الله تبارك وتعالى فيه وفي الذين معه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وكذلك سالم وهو مولى بحذيفة شهد فتح مكة وغزوة أيضا حنين والطائف ومؤتة وغيرها كما أنه كان في جيش أسامة الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه لتأدي بالروم وغزوهم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب شارك سالم مولى بحذيفة مع الصديق في حروب المرتدين وأبلى فيها بلاء حسن وكان فيها أيضا استشهاده راضيا مرضيا مدافعا عن الله عز وجل مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى وقد كان استشهاده في معركة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب وبن حنيفة وكان واحد من أبطال المسلمين وحامل لواء المسلمين فيها يقول ابن كثير لما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب كان راية المهاجرين مع زيد بن الخطاب رضي الله عنه و لما قتل زيد بن الخطاب أخذها بعد ذلك سالم مولى بحذيفة فقالوا له نخشى أن نؤتى من قبيلك فحفر حفرة ووضع رجله فيها فقال بئس حامل القرآن أنا إذا أتيت من قبيلي وقد كانت المعركة هائلة وحربا ضروسا حتى ذكر بعضهم لما انكشف المسلمون انهزم بعضهم قال سالم مولى بحذيفة ما هكذا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر لنفسه حفرة فقام فيها ومعه الراية المهاجرين يومئذ ثم قاتل فقطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى فقطعت يده اليسرى فاحتضنها و هو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فلما كان سالم مولى أبي حذيفة يقاتل و يجاهد في سبيل الله عز وجل في حربه للمرتدين فما زال يحمل الراية حتى صرع فلما حس بقرب موته قال لأصحابه ما فعل أبو حذيفة مولاه قال قتل قال فما فعل فلان قال قتل قال أضجعوني بينهم أي دفنوني بينهم و جاء أيضا قال لما قتل سالم و مولاه أبو حذيفة و جدوا رأس أحدهم عند رجلي الآخر رضي الله عنهم و أرضاهم و جزاهم عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء فوجد رأس أحدهم عند رجلي الآخر و ذلك في سنة 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سالم مولى بحذيفة زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لجمال صوته في القرآن فقد جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن سباط عن عائشة قالت استبطأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لي عليه الصلاة و السلام ما حبسك فقلت عائشة إن في المسجد لأحسن من سمعت صوتا بالقرآن فأخذ عليه الصلاة و السلام رداءه و خرج يسمعه فإذا به سالم مولى أبي حذيفة فقال عليه الصلاة و السلام الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك من فوعد هذا الحديث قول ذلك استبطأني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن عائشة رضي الله عنها تأخرت على النبي صلى الله عليه وسلم و في أيضا أن تأثير القرآن على النفوس لأنها كانت تسمع وتأثير الصوت الحسن على السماع و عائشة رضي الله عنها تحدث عن موقف حصل لها في حياتها و أيضا فيها أيضا مشروعية قوله عليه الصلاة و السلام الحمد لله عند حصول هذه النعمة إذنه يتبو بصوت حسن و كذلك الأمر المهم الذي يحبس الإنسان عن الاهتمام بأمور أخرى أيضا لأنه اهتم بهذا الأمر لأنه عبادة و هو استماع لكلام الله عز وجل كذلك الاستجابة الفورية لنداء النبي صلى الله عليه وسلم و أمره لأنه يخشى على الإنسان من عقوبة كذلك كما يقول العلم يستدل في أنه لا حرج في سماع المرأة للقرآن إذا كان بصوت رجل كذلك أيضا دور المسجد و أهميته في حيات المسلم فيتلونه و يصلون فيه و يقومون لله عز وجل و يتكفون فيه و هذا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم و قال المسجد و بيته كله تقي فيوطن نفسه الإنسان في جلوسه في بيوت الله تبارك و تعالى كذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مثل سالم في أمته يتلو كتاب الله و يتغنى و يترتل كلام الله عز وجل أيضا فيه جمال الصوت أنه نعمة من الله تبارك و تعالى كذلك فيه أيضا صلاح سالم و تقواه حيث أنه جلس في المسجد يصلي و يقرأ القرآن في أوقات متأخرة و هذا مما الله تبارك و تعالى يعني خصه به و جعله أيضا دائما يكون في بيوت الله تبارك و تعالى كذلك أيضا في استحبام تحسين الصوت في قراءة كتاب الله تبارك و تعالى و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي موسى الأشعري فقال له إني قد مررت عليك البارح و سمعت صوتك و إنك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا إذن المطلوب الإنسان حينما يتلوك كلام الرحمن تبارك و تعالى أن يحبر صوته و يتلوه أحسن التلاوة و يأتيه بأفضل أصواته لأن ذلك يشعر الإنسان في الخشوع و في تدبر كلام رب العالمين تبارك و تعالى و في الإقبال عليه جل و عز فرضي الله تبارك و تعالى عن سالم مولى أبي حذيفة و أرضاه